نجيب ساويرس طالب قرد وعاوز 9 مليار جنيه تعالوا بنا نعرف قصة القرد اللي طلبه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس خلال الساعات اللي فاتت خرج أخبار بتأكد إن شركة أورا ديفولوبرز المملوكة للملياردير نجيب ساويرس طلبت قرد 291 مليون دولار أمريكي يعني حوالي 9 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي وبررت الأخبار طلب الحصول على القرد الكبير ده لتمويل إنشاء 9000 وحدة سكنية في مشروع زيد إست شرق القاهرة نجيب ساويرس واحد من أغني أغنياء مصر سرويته دلوقتي حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي لكن نجيب ساويرس حول نص سرويته دي لدهب حويت قوي عم نجيب وباقي سرويته متوزع على استثمارات مختلفة في مجالات الإنشاءات العقارية والاتصالات صرح هيثم عبدالعظيم عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورا ديفولوبرز إن طلب القرد الكبير ده بعد ما خدت الشركة الموافقات اللازمة لإقامة 3 أبراج بارتفاع 100 متر وبضح إن استثمارات الشركة في مصر بتوصل لـ 170 مليار جنيه وتوقع إن الشركة تقدر تصرف على القرد ده خلال الربع الأول من 2024 والحقيقة إن دي مش أول مرة شركة أورا المملوكة لنجيب ساويرس تطلب قرد وده لإنها سنة 2020 حصلت على قرد بقيمة 2.5 مليار جنيه يعني سكة 159.8 مليون دولار وده لتمويل التكاليف الإنشائية للمرحلة الأولى والتانية من مشروعها زد في غرب القاهرة وقالت الشركة وقتها إن مدة القرد 8 سنين وهو مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك مصر وبنك الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات كمان شركة أوراسكوم للاستثمارات واحدة من أكبر شركات مجموعة ساويرس ودي كمان حصلت على قرد سنة 2022 بقيمة 81 مليون يورو بدون فوائد بس المرة دي من كوريا الشمالية إيه اللي ودك هناك يا عم نجيب بس؟ وقالت شركة أوراسكوم وقتها إن القرد ده هياخدوه من شركتها في كوريا الشمالية واللي اسمها شيو تكنولوجي وقالت الشركة إن ده إجراء علشان تحصل على أرباحها المحتجزة بعد ما اتفردت عقوبات عالمية على النظام الكوري وبضحت إن القرد ده الشركة مش هتاخدو بسبب العقوبات المفروضة على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب برنامجها النووي أمال هتعملوا إيه يا جماعة؟ القرد الشركة أكدت إنها احتفظت بيه في حساباتها البنكية هناك على إنه يتم تحولها بعد كده بعد ما العقوبات تترفع لكن واضح إن القرد المرة دي مجاش صدفة وده لإن نجيب ساوراس نفسه اشتكى من ارتفاع أسعار البنى بشكل مبالغ فيه وحذر المهندس نجيب ساوراس خلال الشهور اللي فاتت من اللي سماها قنبلة موقوتة في قطاع العقارات بمصر وباضح إن كل مطور عقاري اتأخر في البنى هيبقى عنده مشكلة كبيرة وده لإن 35% من تكلفة البناء بتحتاج للدولار أساساً لكن رغم كل الظروف دي وطلب القرد ده المهندس نجيب ساوراس كشف إنه بيخطط لإنشاء مشروع على شاطئ الإمارات بتكلفة 10 مليار دولار ودي كانت قصة القرد اللي طلبه المهندس نجيب ساوراس لو عاوز تعرف أكتر عن أخبار وقصص المشاهير تابعونا على فيديو عن مصر